إليكي وصفة جديدة وشهية من ماجي اليوم بدي أعمل شرحات اللحمة بطريقة كتير طيبة وجديدة حطت بقلبها لسنوبر والزبيب وأعملها بسلسة البندور أول شي جبت شرحات لحمة وحطيت طبعا بلاستيك فوقها لأنه بدي دقها بحب دق بمدقة الهاوين لأنها كتير تقيلة بدي حمص لسنوبر يلي بدي حطه بقلب اللحمة على المقلاية على النار قلوب ما حط أي مواد دهنية حمص لسنوبر كتير منيح هحطه عجنب عشان استخدمو بفعل ستون بالأول حط شوية توم شوية صنوبر حط شوية زبيب حط شوية بقلونس هايك تلفون رول نجيب أعواضي صغيرة ثبتون لأنه بدي أعمل سلسة بندورا واتبخون بقلبها بتحضر السلسة أول شي لحط البندورا يلي قطعتها وبدي ضيف ثوم على سلسة البندورا وضيف عليهم مكعبين من مرقة الدجاج ماجي وبحرك كتير منيح السلسة وبهلوقت بدي أدهن اللحمة بشوية زيت فوتها على الفرد وهلأ بدي حط الفافات اللحمة في السلسة وبدي أجيب خس نحطهم تقريبا دقيقة بالمي الصخنة بدي أقيمهم بالمي الصخنة فورا نحطهم بالمي الباردي وهلأ بدي حط مقلاية على النار نحط عليها شوية زيت زيتون وبدي حط شوية تون وزبيب وبقلب وحط هلأ الشنوبر وهلأ بدي أطعون بشان حطهم بصحن التقديم وهلأ بدي حط اللحمة على الوجه كتير بتعطي منظر حلو ومشهي وهلأ بدي حط شوية أعشاب على وشه الشبت يعطي منظر كتير حلو وهلأ طبق الشهي صار جاهل وصار أني وقت قدمه لعائلتي ألف صحة وهنا لهاي الوصفة ولوصفات أكتر تبهر وتلم كل العائلة زوري صفحة ماجي أريبيا على الفيسبوك ترجمة نانسي قنقر